رغم خسارة حزبه السيطرة مجددا على مجلس النواب وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها نجاح هائل واتصل بزعيمة المعارضة نانسي بيلوسي مهنئا داعيا الحزب الديمقراطي إلى اختيارها لرئاسة الكونغرس بيلوسي وفي كلمة ألقتها أمام مؤيديها وعدت بفرض ضوابط ومحاسبة على إدارة ترامب مؤكدة في الوقت نفسه أن حزبها لن يقوم بشن حرب على الجمهوريين بعدما سعاد السيطرة على مجلس النواب وأعلنت بيلوسي أن الأمر اليوم يتخطى الديمقراطيين والجمهوريين والأمر يتعلق بترميم الضوابط والمحاسبة التي نص عليها الدسور متعهدة في المقابل بالعمل على حلول تجمع الأمريكيين بعد الانقسامات وبسيطرة الديمقراطيين على الغالبية في مجلس النواب الأمريكي أصبح لديهم القدرة على عرقلة الأجندة التشريعية للرئيس الأمريكي لأول مرة منذ ثماني سنوات في المقابل عزز الجمهوريون من قبضتهم على مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا وبالرغم من أن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب تعني أنهم سيديرون جميع لجان المجلس إلا أن مجلس الشيوخ الخاضع للسيطرة الجمهورية هو الغرفة العليا للكونغرس والمنوط به التمرير النهائي للقوانين ولديه صلاحيات أعلى من مجلس النواب من بينها تثبيت التعينات الرئاسية للمحكمة العليا وللمحاكم الفيدرالية كما يقوم بالموافقة أو برفض المعاهدات الدولية وأصدار الأوامر التنفيذية التي تتخطى رفض الكونغرس الأمريكي لبعض القوانين وبعد ظهور نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب يطرح السؤال ماذا ستكون سمات السياسة الخارجية الأمريكية ترجمة نانسي قنونا